موسيقى رئيس السيسي يوجه بمواصلة بدل الجهود لتوفير السلع الأساسية وتجديد رقابة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية خلال زياراتي لبروكسل شكري يعرب عن قلقي دول جنوب المتوسط من مخرجات القمة الأوروبية بشأن اللاجئين والمهاجرين موسيقى ترامب يقترح على قادة حلف شمال الأطلسي الناتو زيادة نفقاتها العسكرية إلى 4% من إجمالي الناتج الداخلي موسيقى 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 ثمنا مساء في القاهرة سادسة بتوقيت جرينج ساعة إخبارية شاملة أهلا بكم وإلى تفاصيل وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستمرار في بدل الجهود لتوفير السلع الأساسية وممارسة الرقابة المشددة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وعدم التهون مع أي التجاوزات وفقا لما حدده القانون جاء ذلك خلال لقاء رئيس السيسي برئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والعدل والتموين والسياحة والمالية والداخلية والزراعة ورئيس المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وشدد رئيس السيسي على أهمية مواصلة الجهود لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لتخزين الحبوب بما يسهم في حفظها وتخزينها وإدارة المخزون بشكل جيد يحد من المهدر منه فضلا عن سرعة الانتهاء من تنقية قوائم البطاقات التموينية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقي ويحافظ على موارد الدولة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المزيد من المتابعة للقاءات التي عقدها سيد رئيس عبد الفتاح السيسي معنا عبر الهاتف مرسل أني لدى رئاسة الجمهورية زميل علاء رشوان على بعد تحية كيف تتابعون نشاط السيد الرئيس؟ أحياتي إليك بالإشارة إلى هذا الخبر الذي تصدر النشرة كان هناك اجتماع مهم للغاية عقده السيد الرئيس مع عدد من الوزراء هذا الاجتماع جاء لمناقشة وبحث وتفعيل الأداء الحكومي في عدد كثير من الملفات التي تتعلق بالحلاء اليومية للمواطنين كان أول هذه الملفات التي تصدر هذا الاجتماع المشارئ ليه هو الوهود الحكومة في توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خاصة في بعض المحافظات الجمهورية على وجه تحديد محافظات الصعيد والمناطق الأكثر احتياجا في هذا الصدر شدد سيادة الرئيس على ضرورة الاستغرار في بزل كل الوهود الحكومية والوزارية لتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق عن طريق ممارسة بقارة المشددة بالإضافة إلى مكافحة السلسيات والممارسات الاحتكارية في هذا الصدر السيد الرئيس أيضا تناول ملفا آخر وهو ملف ترشيد المياه والجهود الحكومية التي تمزل في هذا الصدر وأكتب على ضرورة معالجة وتحليل المياه على مستوى الجمهورية بسنقية المصارف وتطهير الصرع ورفع كفاءتها واستخدام الأدوات والنظم الحديثة لتحقيق هذه الأهداف الخطة القومية لترشيد استخدام المياه كان أيضا ملف السياحي مطروحا وبقوة خلال هذا الاجتماع قصة تطوير المنظرات والمناطق السياحية في منطقة البحر الأحمر واستغلال الإمكانيات المتعددة للمنتج السياحي المصري في هذه المنطقة لجذب مزيد من السائحين وتعظيم الاستفادة المالية والثقافية والاستثمارية في هذه التنمية هذا القطاع الخدمي المهم الذي يعد أحد عاملات الاستصاد الوطن أيضا الاجتماع شهد متابعة لآخر المؤشرات الاستصادية مؤشرات الأداء الاستصادي بشكل عام ومن بينها تطوراتها الصرف وما تم اتخاذه من إجراءات للزيادة والدعم الاحتياط من العملات الأجنبية سيد الرئيس وجه في هذا الإصار بتضرورة ومواصلة تنفيذ بالنمج الإصلاح الاستصادي الوطني وتعييئة مناش الأعمال وجذب مزيد من الستثمارة الأجنبية لرفع معدلات النمو وأيضا خفض البطالة والدين العام كل هذه الموضوعات كانت موضوعات غاية في الأهمية استحوذت على اهتمام سيد الرئيس في هذا الاجتماع تحديدا كما جرى خلال الفترة المتابعة نزيل الشكر على الرشوان على هذه المتابعة وفقت اللجنة الخاصة المكلفة بالرد على بيان الحكومة الجديدة على برنامج رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأوسط مجلس النواب الذي سيناقش تقرير اللجنة الأحدى المقبل بالموافقة عليه وقال وكيل أول مجلس النواب النائب محمود الشريف رئيس اللجنة إن تقرير رهائي بالشكل برنامج الحكومة حصل على موافقة 27 نائبا وتحفظ أربعة من أصل 31 عضوا باللجنة الخاصة لافتا إلى أنه سيتم رفع تقرير اللجنة نهائي غدا الخميس إلى رئيس مجلس النواب اعتمد دكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم وتعليم الفني نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017-2018 بحضور الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة وأعلن حجازي أن نسبة النجاح بلغت 74.3% بينما سجلت خلال العام السابق 72% وبلغ عدد طلاب الأوائل 50 طالبا واحتلت محافظة القاهرة المركز الأول بين المحافظات وبلغ عدد الأوائل بها 11 طالبا وسيتم عقد مؤتمر صحفي غدا بحضور وزير التربية والتعليم لإعلان نتيجة أصدر وزير النقل هشام عرفات قرارا بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب خروج العربتين الخامسة والسادسة من أحد القطارات عن خط السكة بمحطة مترو المرج القديمة في وقاعة لم تصفر عن وقوع إصابات ويجري حاليا رفع العربتين بمعرفة فرق الطوارئ والصيانة بشركة المترو ومن المتوقع أن تعود الحركة إلى طبيعتها صباح غد الخميس كما تم التنسيق مع رئيس هيئة النقل العام للدفع بأوتوبيسات وميني باسات من محطة المطرية وعزبة النخل أكد اللواء مجد السمري مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تعظيم دور أجهزة المكافحة في مجال جرائم المخدرات وغسل الأموال في كافة قطاعات الوزارة من خلال التنسيق الكامل مع أجهزة الدولة كافة لتوصل إلى معلومات دقيقة حول جرائم غسل الأموال وأنشطتها المختلفة جاء ذلك خلال كلمته في ختام المؤتمر الثالث لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال مكافحة المخدرات الذي عقد تحت الشعار مكافحة جرائم غسل الأموال في قضايا المخدرات المشكلات وآليات المواجهة وذلك تحت رعاية وزير الداخلية سيادة اللواء محمود توفيق تحت رعاية وزير الداخلية اللواء محمود توفيق اختتم المؤتمر الثالث لمكافحة غسل الأموال الذي خرج بعدد من التوصيات من بينها سرعة الفصل في الدعاوى الخاصة بتلك الجرائم تحقيقا للعدالة الناجزة أنا بجرده من سلاح المال اللي هو يقدر بعد كده ما يواصلش تجارة المحارفة تجارة المخدرات مثلا أبدا التوصيات أن أنا بطالب وأنه بناشد المشرع أنه مش لازم يأخذ حكم نهايبات في الجرائم الأصلية عصلا عشان أعمل غسل الحد في تجارة المخدرات يعني لازم يكون عنده جريمة أصلية يعني لازم يكون يتم زبطه فضيلة مخدرات أبل كده فالقانون اللي هو تمين فيه 2 وخلال المؤتمر تم الكشف عن نجاح أجهزة المكافحة في توجيه ضربات مؤثرة وقاصمة لتجار المخدرات عملنا أضايا كتير الحمد لله يعني تمكننا من إحنا نحط أدنا على كبار تجار المخدرات على مستوى الجمهورية بحالة يعني مستوى على أنحاء الجمهورية في خلال السنة دي عملنا عدد ضخم الحمد لله من أضايا غسل الأموال وبالفعل يعني تحفظنا على أموالهم المشاركون شددوا على ضرورة النص على تجديد عقوبة غسل الأموال كما طلبوا بتحديث وسائل التدريب للضباط تكسيف الدورات التدريبية المتخصصة لتنمية المهارات ورفع قدرات الضباط القائمين على إنفاس قانون مكافحة غسل الأموال وبسفة خاصة في جرائم المخدرات وفي السياق ذاته أوصل مشاركون بحث المشرع على إضافة نص جديد إلى قانون مكافحة غسل الأموال يجيز تحريك الدعوة الجنائية أو الحكم فيها في جريمة غسل الأموال على الرغم من قضاء الدعوة الجنائية في الجريمة الأصلية لأي سبب من الأسباب شريطة وجود أدلة كافية على أن الأموال المطلوبة مصادرتها متحصلات جريمة غسل الأموال مواجهة شاملة لجرائم غسل الأموال في مجال مكافحة المخدرات هدف تعمل عليه وزارة الداخلية من أجل تجفيف المنابع وحماية وصيانات الوطن من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات محمود العزالي النيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اعتبر أعضاء لجنة الأمن القومي في الكونجرس الأمريكي تنظيم الإخوان الإرهابي بمثابة تهديد للأمن القومي الأمريكي وذلك خلال جلسة للجنة اليوم لبحث خطر التنظيم الإرهابي في العالم وقال رئيس اللجنة رون ديسانتس إن السياسة الأمريكية فشلت في مواجهة ما تمثله الجماعة من إرهاب ودعمها للمجموعات المتطرفة في عدة دول منها مصر والسعودية والإمارات بينما شدد أعضاء اللجنة على ضرورة وضع كافة تنظيمات الإخوان على قوائم الإرهاب أعرب وزير الخارجية سامح شكري عن قلق دول جنوب المتوسط إذا أمات ضمنته مخرجات القمة الأوروبية في الثامن والعشرين من يونيو الماضي بشأن دراسة إقامة مراكز تجميع وفرز للاجئين والمهاجرين غير الشرعيين بدول جنوب المتوسط وأشار شكري الأهمية البحث في حلول تتأسس على المشاركة في تحمل الأعباء والمسؤوليات في التعامل مع تلك الظواهر وتجنب تحميل المسؤولية لدول العبور والمصدر وتبني منهج الاحتجاز والعزل للمهاجرين جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي فدريكا موجريني كما عقد وزير الخارجية سامح شكري اليوم مباحثات مع المفاوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانس هان بالعاصم البلجيكي بروكسل وأشار وزير الخارجية خلال اللقاء إلى تعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي شهد خلال الفترة الماضية العديدة من التطورات الإيجابية وأعرب عن ترحيبه بنتائج الجولة التاسعة للحوار الاقتصادي والمالي بين مصر والاتحاد الأوروبي ورغبته في انعقاد مجلس المشاركة المصري الأوروبي قبل نهاية العام كما بحث الطرفان الترتيبات الخاصة بانعقاد القمة العربية الأوروبية القادمة في مصر ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة سفير أحمد حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق سيد سفير كيف تنظرونا إلى أهمية التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي على التعامل مع كثير من القضايا المهمة وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية بالإضافة أيضا إلى التطورات الإقليمية واستثمار اللقاء بين وزير الخارجية سامح شوكري وكبر المسؤولين الأوروبيين بتأكيد على رأسهم الممثلة العليا لسياسة الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريم كما تعلمين هناك في دفاق المشاركة المصرية الأوروبية مع الاتحاد الأوروبي ولا يتضمن العديد من الموضوعات أو الملفات للتعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الاقتصادي على المستوى الاستثمارات على المستوى مشروعات لتمسل اقتصاد القومي في مصر كله أيضا في مجال العلاقات التجارية والمزايا التي ينحى الاتحاد الأوروبي للصادرات المصرية لجانب هذا هناك الملفات التي تقلب الاتحاد الأوروبي وأيضا تسبب لمنطقة جنوب المتعصد من دمناع مصر قلقا شديدا زي الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر لأنه للأسف الشديد هناك موضوع غامض لا يحيطه الإعلام وهو وجود بعض الجماعات المقننة في أوروبا التي تتكر في البشر تخدمهم رقيق أبيض فهنا فيه تعاون بين جماعات معينة وأزيد جماعات أيضا الهجرة غير الشرعية ودفع مجال تعاون كبير جدا بين مصر والاتحاد الأوروبي دائما مصر تقول أن أسباب الهجرة غير الشرعية وأسباب اللاجئين هو النزاعات القائمة في منطقة الشرق الأوسط خاصة في ليبيا وسوريا والمشكلة الفلسطينية وغيرها من المشكلات ولذلك لابد من التعاون الاتحاد الأوروبي مع مصر ودول الشرق الأوسط والدول العربية بزداد من أجل حل هذه المشكلات للقضاء على مشكلة الإجرة غير الشرعية واللاجئين والإرهاب المناطق اللي فيها نزاعات زي ليبيا وأيضا سوريا بتكون مرتعا للجماعات الإرهابية وتجارة السلاح وتهريب الأسلحة والاتجار في البشر وكل أنواع المبقات السياسية والاقتصادية وبالتالي لقاءات الوزير مع فدريكا مبيريني المسؤولة للعلاقات الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي وأيضا مسؤول العلاقات مع دول الجوار في غاية الأهمية خاصة مسؤول العلاقات دول الجوار سبق أن زار المنطقة وزار مصر من أجل هذا الغرض أوروبا تريد أن نتبع نمط مع تركيا وإقامة معسكرات وهم يدفعون تكلفة المقيمين في هذه المعسكرات ولكن مصر لا تقبل هذا يعني دي قضية شعيكة ولها جوانب سلبية لا تقبل بها مصر مصر تقبل بعض اللاجئين ولكن على أن يكونوا مندمجين في المجتمع وبالتالي التعاون المشترك سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو على المستوى السنائي مهم للغاية في مكافحة عملية الهجرة غير الشرعية والإنهاية ونتأكيد سيجري أيضا خلال المباحثات يعني دراسة الترتيبات الخاصة بنعقاد القيمة العربية الأوروبية المرتقبة في مصر أشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة سيادة سفير رخى أحمد حسن عبر حلف شمال الأطلسي النيتو عن القلق من الأنشطة المزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران في منطقة الشرق الأوسط كما عبروا عن قلقهم إزاء الاختبارات الصاروخية المكثفة التي تجريها طهران وممداها ودقتها وأعلن قادة الحلف خلال القمة التي عقدت في بروكسل التزامهم الثابت بأهداف الإنفاق الدفاعي المتفق عليها مشددين على مخاوفهم إزاء التهديدات التي تمثلها روسيا وإيران وكوريا الشمالية وصرح الحلف في بيانا له أنه ملتزم بتحسين توازن المشاركة في نفقات ومسؤوليات عضوية الحلف في الوقت الذي أكد فيه يانس شتارتنبرغ الأمين العام للحلف أن النيتو بحاجة إلى الكثير من الأموال لتعزيز القدرات الأمنية وخلال قمة حلف النيتو في بروكسل اقترح رئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدول الأعضاء زيادة نفقاتهم العسكرية إلى 4% من إجمالي ناتج داخلية وهو ضعف الهدف المحدد لهم بـ 2% لعام 2024 قمة النيتو السادسة والعشرون في بروكسل ليست قمة عادية فالخلافات الأمريكية مع دول أوروبية في الحلف ما زالت قائمة بل وازدادت توتر بين واشنطن وعدد من حلفائها نتيجة لمطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة زيادة الإنفاق العسكري لباقي الدول الأعضاء على مدار يومين وضع القضى المشاركون في قمة النيتو هذا الخلاف الرئيسي على رأس أولويات قمة الحلف بعدما تزايدت التصريحات العدائية لترامب تجاه النيتو وغضبه الأوسع نطاقا بشأن العلاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبي فقط منذ بضع سنوات ماضية كانت دول الحلف تقططع من ميزانيتها ولكننا الآن أصبحنا نضيف المليارات وننفق المزيد لكي نكون في وضع أفضل وخلال هذه القمة سوف نعيد التأكيد على التزامنا بتقديم المزيد من الاستثمار في دفاعنا وكان حلفاء النيتو قد وفقوا عام 2014 على وقف تخفيض النفقات العسكرية والبدء في الزيادة والتحرك نحو إنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع وذلك لمدة عشرة أعوام غير أن ألمانيا القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا لا تزال ترصد 21% فقط من إجمالي ناتجها المحلي للنفقات الدفاعية وهو ما يجعلها دائما محل انتقاد من ترامب فقبيل القمة هاجم الرئيس الأمريكي بيرلين واتهمها بإثراء روسيا وعدم الإسهام بشكل كاف في النفقات العسكرية لحلف النيتو وهو ما قبل بانتقاد شديد من جانب المستشارة الألمانية أنجلا ماركل التي أكدت أن بلادها تتخذ قراراتها بشكل مستقل من جانبهم ينظر مراقبون بعين القلق إلى ما ستحمله الأيام القليلة القادمة إلى حلف النيتو ففي ظل تصاعد الخلاف بين قادة أكبر دول الحلف وترامب فإنه من غير المستبعد أن يفجر الرئيس الأمريكي مفاجأة من العيار الثقيل قد تصلوا إلى إعلان سحب القوات الأمريكية من أوروبا وقطع التمويل الأمريكي للقوات الأوروبية وهو ما قد يعني انهيار التحالف القائم منذ أكثر من سبعين عاما موسيقى 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 ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن الدكتور عسام عبد الله أستاذ العلاقات الدولية دكتور عسام كيف يطر انتقادات الرئيس الأمريكي ترامب لبرلين بإثراء روسيا وبعدم الإسهام بشكل كافي في النفقات العسكرية لحلف الناتو أهلا بحضوريك أهلا بحضوريك أهلا بحضوريك أهلا بحضوريك أهلا بحضوريك أهلا بحضوريك هذا الخلاف ربما يمتزل لما قبل انتفاف الرئيس ترامب رئيس الواتف التحت الأمريكية فهو تتوقف هذه المنظمة بأنها فالية وفي ثمث نتموعة السبع التبار في يونيو الماضي وأتسميته أنه أسوأ من كفائية التبارات الحرة للناس في أمريكا الشمالية وعنده مكلف جدا بالنسبة لأمريكا لكن أتطور حتى الآن الخلاف والخلاف التكتكيين قد يتطور إلى كونه خلافا تستراتيجيا بعد الإطلاق الرئيس وثمثي بالثمثي 16 هذا الشهر نعم دكتور أسان أيوة طب دكتور يعني هل يعني بهذا الأداء الأمريكي وتصعيد في النبرة إذا أوروبا وما يثار أيضا ربما عن توقعات بتقارب أمريكي روسي والولايات المتحدة تتبنى في انتقاد الألمانيا ليس فقط هذه المسألة هناك أيضا إشارات كثيرة من ترامب لتأييد بريطانيا لاتفاق مع روسيا على مد خط أنابيب نقل الغاز الروسي في بحر البلتيق وأيضا يعني ما أثير قبل ذلك عن ضغوط تجارية تمارسها الولايات المتحدة على أوروبا يعني كيف تقرؤون كل ذلك يعني هل من روابط تربط السياسة الأمريكية سواء تجاه أوروبا أو تجاه روسيا في هذه المرحلة يعني سؤال حضرتك سؤال جدا لأنه بالفعل في ثلاث أسباب رئيسيين ما يحدث الآن السبب الأول هو تناني خيار تاخد الولايات المتحدة بأن أمريكا تقوى من مجموعة الأعضاء في حلف النيتو مجتمعا السبب الثاني أننا اليوم في نواة نوعا جديدة من الحروب هو الحروب غير المتكافئة وغير المتماثلة وبالتالي فأداء حلف النيتو لم يكن في القدر أو لن يكن في القدر المقبول أو الرابع بمثل هذه الحروب السبب الثالث وهذا هو الأهم بقى أنه يستخدم تحالفاته مع الدول الأعضاء في حلف النيتو ورد للصالح والمساعدة الأمريكية في الثقارب الروسي وتعيني أقول لك أن هناك هدفين لإبارة رأيس ترامب في هذه القدر الهدف الأول هو سحب روسيا بعيدا عن الصين السبب الثاني والمباشر وربما يفضح هذا في هرسينكي هذا الشهر هو احتمال كبير للتقارب مع روسيا بمعنى أن الغنورات التي يريدها حلف النيتو بالقرب من الحدود الروسية ربما تتوقف هذا هو ما يقلق الأوروبي نعم أشكرك جزيلا على هذه المتابعة دكتور عسام عبد الله أستاذ العلاقات الدولية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قواته أطلقت صاروخا من تراز باتريوت على طائرة مسيراء قدمت من الأجواء السورية وأسقطتها في حين دوت صفارات الإنذار في الجولان السوري المحتل كما دوت صفارات الإنذار في طابرية ومنطقة الأغوار الأردنية التي تقع جنوب غرب الجولان بالقرب من سوريا وطلبت الشرطة الإسرائيلية إخلاء بحيرة طابرية من كافة الزوارق والقوارب بسبب العمليات الأمنية وسعت القوات السورية نطاق هجومها لاستعادة الجنوب الغربي ليشمل جيبا يسيطر عليه مسلحون على صلة بتنظيم داعش في حين قصف طائرات حربية روسية المنطقة مستهدفة منطقة حوض اليارموك التي تقع على الحدود مع الأردن والجولان مشورتنا متوصلة مع حضراتكم نتابع فيها المزيد بعد الفصل الاقتصادي اليونان تعلن أنها ستطرد ديبلوماسينا روس من أراضيها على خلفية قضية مقدونيا وموسكو تتوعد بالرد بالمجر اكتاح الأسبوع الآلمي الأول لمقاطعة خوبي في مصر وإفريقيا 2018 ترجمة نانسي قنقر إلى ساحة الملوى الأعمال يتابع مع حضرتكم أهم وآخر أخبارها زميل مصطفى ميزار بعد الفاصل موسيقى أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الوقفة الاقتصادية نتابع فيها بعد هذا الفاصل المركز يعلن ارتفاع حجم الوداء على هذا البنوك إلى 3.5 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي موسيقى أهلا بكم من جديد وإلى تفاصيل هذه الوقفة الاقتصادية أعلن البنك المركزي أن أجمال الوداء على هذا الجهاز المصرفي بخلاف البنك المركزي ارتفع بنحو 38 مليار جنيه ليصل في مارس الماضي إلى 3.5 تريليون جنيه مقابل 3.4 تريليون في فبراير الصابق عليه وذكر تقرير البنك أن أجمال الوداء الحكومية بلغ 539.1 مليار جنيه منها 423.3 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية ونحو 115.8 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية لا فتن إلى أن أجمال الوداء غير حكومية ارتفعت خلال مارس الماضي لتصل إلى نحو 2.9 تريليون جنيه مقابل 92 تريليون جنيه في الشهر السابق عليه عقد عمر نصار وزير التجارة وصناع لقاء مواسعا مع وفد البنك الدولي برئاسة ناجي ابن حسين مدير إدارة التمويل والتنفسية والابتكار وتناول لقاء مشروعات البنك الحالية في مصر وفرص التعاون المستقبلية بين البنك والحكومة المصرية في مجالات تحسين مناخ الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز تنفسية الاقتصاد المصري بمختلف المؤشرات الاقتصادية العالمية وقال الوزير إن اللقاء استعرض برنامج التنمية المحلية بمحافظات الصعيد والذي ينفذه البنك الدولي بمحافظات قينة وسهاج بتمويل يبلغ 500 مليون دولار والذي يتضمن تطوير وتأهيل البنية التحتية لست مناطق صناعية بالمحافظتين منها اثنين بمحافظة قينة وأربع مناطق بمحافظتي سهاج قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن إجمال الاستثمارات التي أنفقها جهاز مدينة السادس من أكتوبر بلغها 6.9 مليار جنيه على تنفيذ خطط المشروعات التنموية واستكمال المشروعات القومية والتنموية بالمدينة للعام المالي 2017-2018 أضاف مدبولي في بين الوزراء أن الاستثمارات موزعة على اثنين واربع من عشر مليار جنيه لمشروعات المرافق واثنين واثنين من عشر مليار جنيه لمشروعات الإسكان الاجتماعي واثنين واحد من عشر مليار جنيه لمشروعي دار مصر وسكن مصر ومئة وأربعة ملايين جنيه للمباني الخدمية شهد وزير النقل دكتور إشام عرفة الانتهاء من تطوير وتحديث وإعادة تأهيل أول عربة سكة حديد درجة ثالثة عادية ضمن عقد موقع بين هيئة السكة الحديدية ومصنع سيماف بحلوان لتطوير مئتي عربة تخدم على خطوط الضواحي بإجمال استثمارات 450 مليون جنيه وأوضح عرفات خلال جولات التفاقدية بمصنع سيماف أن المرحلة الأولى من العقد تشمل 30 عربة على أن يتم تطوير العربات الأخرى تباعا خلال ستة أشهر من التعاقد تطوير وتحديث وإعادة تأهيل مئتي عربة سكة حديد درجة ثالثة تخدم على خطوط السكة الحديدية بمحافظات الجمهورية وأقالمها ينفذه مصنع سيماف أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع تفقد أعمال التطوير الدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع هدفنا اللي احنا نعمل حاجتين مهمين قوي هو يهمه مع الفريق أن يكون في تصنيع محلي في مصر وده يهمنا برضو احنا كمان وإحنا كمان في السكة الحديد في المترو اللي احنا نوفر خدمة طليق بالمواطن المصر هنا حصل التكامل ما بيننا وبين بعض ما بيننا وبين الصناعة المحلية وده اللي حيحصل كمان مع الوزير العصار الدكتور العصار مع الهيئة الانتاج الحربي برضو في تصنيع الـ 1600 عربية والجرارات يمكن انا اقول لك اول حاجة مرة علينا ان احنا ان شاء الله بصدد انشاء ورشة لسيانة الجرارات بروفاشنال بقى مع الانتاج الحربي الفريق عبد العزيز سيف الدين اكد بدوره على قدرة الهيئة العربية للتصنيع على تعميق التصنيع المحلي للنهوض بأسطول عربات سكك حديد مصر بما يدعم حرق التنقلات والتجارة الداخلية بمواصفات تكنولوجية حديثة تمتاز بالسرعة والدقة والجودة العقد اللي احنا بنعمله ده جزء من عدة عقود احنا شغالين في عربية القوة سلمنا سكة حد 25 عربية قوة وفي اطار ان احنا نتعاقد مع عمل 40 عربية قوة تانية 140 عربية نقل بضايع وحيوصلوا الـ 300 عربية بنهاية هذا الشهر 300 عربية نقلوا ركاب درجة ثالثة بنطورها بالكامل زي ما حضراتكم شفتوا لسه شغالين معهم مع الجانب الحذرسي عليه المناقصة بتاعت تصنيع 1300 عربية سكة حديد هي منظومة متكملة اذا بين هيئة السكة الحديدية ومصدع سيماف التابع للهيئة العربية لتصنيع لتحقيق طفرة صناعية في تطوير وتحديث واعادة تأهيل عربات الدرجة الثالثة للسكة الحديدية لضمان خدمة متميزة لمستخدميها وتخفيف الأعباء على الطرق السريعة خالد يسين النيل ارتفعت البورصة المصرية بشكل شبه جماعي في نهاية تعاملات الأربعاء مدعومة بعمليات شرائم من قبل المستثمرين المصريين بينما مالت تعاملات المستثمرين الأجنب العرب نحو البيع وقد ربيح رأس المال السوقي لأسم الشركات المقيدة بالبورصة نحو الداحل 9 من 10 مليار جنيه ليصل إلى 889 و84 مليار جنيه بعد إجمالي تداولات وصل لـ 987 مليون جنيه بهذا مشاهدين الكرام نكونوا قد وصلنا مع حضرتكم لنهاية هذه الوقفة الاقتصادية أعودوا مجددا لزميلتي رهيام رغائي لكن بعد هذا الفصل نوصل معكم متابعتنا وإلى تذكرة بأبرز عنوين هذه الجولة رئيس السيسي يوجه بمواصلة بذل الجهد لتوفير السلع الأساسية وتجديد الرقابة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية خلال زياراته لبروكسل شوكري يعرب عن قلق دول جنوب المتوسط من مخرجات القمة الأوروبية بشأن لاجئين والمهاجرين ترامب يقترح على قادة حلف شمال الأطلسي زيادة نفقاتها العسكرية إلى 4% من إجمالي ناتج داخلي المزيد أعلنت اليونان أنها تخذت الإجراءات اللازمة لضمان أمنها الوطني بعد تدخل مسؤولين روس في تسوية الخلاف بين اليونان ومقدونيا وقال مصدر ديبلوماسي يوناني أن أثنى أبلغت موسكو في السادس من يوليو الجاري باعتزامها طرد ديبلوماسيين روس من البلاد بسبب أنشطة غير قانونية مرتبطة بتجمعات مناهضة لاتفاق مع مقدونيا في المقابل أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو دائما ما ترد بالمثل على طرد ديبلوماسيها وأنه سيتم الرد بالمثل على طرد اليونان للديبلوماسيين روس أعلن المتحدث باسم حاكم إقليم نانجر هار الأفغاني أن الهجوم الذي نفذه مسلحان على مقر وزارة التربية في مدينة جلال أباد عاصمة الإقليم شرقية البلاد أصفر عن مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرة آخرين استمر الهجوم طيلة أربع ساعات وأصفر كذلك عن مقتل المهاجمين الاثنين ويعتبر هذا الهجوم الثالثة من نوعية التي تشهده جلال أباد في غضون أسبوعين ويأتي بعد أقل من 24 ساعة من عملية انتحارية أو قاعد 12 قتيلا وتبناها تنظيم داعش الإرهابي افتتح شي يو وين المستشار الثقافي لسفارة الصين لدى مصر الأسبوع الإعلامي الأول لمقاطعة خو بي في مصر وإفريقيا 2018 بالتعاون مع هيئة الصحافة والنشر والإذاعة والتلفزيون للمقاطعة ويهدف الأسبوع الإعلامي إلى تعميق التبادل والعلاقات المصرية الصينية حيث تتبع الصين الآن لتجاه العالمي لسلام والتعاون والتنمية انطلق الأسبوع الإعلامي بين خو بي وإفريقيا لعام 2018 في مصر بتوقيع تفاقية تبادل بين التلفزيون المصري وهيئة الصحافة والنشر لمقاطعة خو بي استدامة العلاقات بين الدول إذا كانت العلاقات بينها وبين بعض تفاهمات ثقافية وقبول للآخر وزام سميها people to people dialog أو حوار الشعوب مع بعض كل ما زادت القوة دي كل ما كان نجاح التعاون الاقتصادي والسياسي وغيره أكثر نجاحا واستدامة أنا أعتقد من خلال تنظيم مثل هذا وصوري سيزيد تعارف بعض للبعض بين الشعبين مما يزيد تعاون والصداقة بين الشعبين ومصر كمصر الصيني كلا هما تعتبر الأمة الدنيا أو أمة حضارة ضمت الفعالية إهداء مجموعة من الكتب والمواد الإعلامية لبعض الجهات المصرية وافتتاح معارض تعريفية عن مقاطعة خوبة وأورش الفنون الصينية المختلفة من أجل زيادة تقارب ما بين ثقافتين ألتين تملكين العديد من الأوجه المشتركة نحن ابتدنا مع بعض كان فيه مشاكل كان فيه منصر كثيرة مشاكل التنمية ومشاكل العدوان السلاسي والأكثر من كده والحروب والصين كان عندها الثورة الثقافية وحرب التحرير لكن هم أفلحوا في خلال حوالي 33 سنة أنه يتخاذ التقدم المذهل اللي هو العلم كله بيراه بالإعجاب ونحن نتعشم أن نستفيد من التجربة الصينية الأسبوع الأعلمي هو أول أسبوع يقام في مصر من أجل التأكيد على العلاقات القوية ما بين البلدين فمصر هي أول دولة عربية وإفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين يليها الاعتراف بالجمهورية الشعبية الصينية السلام والتعاون والانفتاح سمات أساسية للعلاقات التبادلية ما بين مصر والصين على مر التاريخ والآن يأتي الأسبوع الأعلامي بمثابة خطوة همة من أجل تحقيق التنمية المشتركة فسانت أكرم أنيل نظم أحد المعاهد العليا بتعاون مع جامعة أدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مؤتمرا بعنوان لصدامة الكفاءة البيئية لتحقيق معيشة أفضل جاء المؤتمر لمناقشة التغيرات البيئية التي تواجه دول العالم وإيجاد رؤى تساعد الجهات التنفيذية والمنظمات المعنية لمواجهة مشكلات وتحديات التنمية المستدامة لنشر التوعيات حول التحديات الحالية والمستقبلية لمختلف القضايا المتعلقة بالبيئة وأهمية إيجاد حلول لها لتحقيق التنمية المستدامة نظم أحد المعاهد العليا للهندسة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مؤتمرا بعنوان الكفاءة البيئية لتحقيق معيشة أفضل موضوعات المؤتمر وعنوان المؤتمر لا يواكب المشكلات التي نعاني منها في الوطن العربي عموما وفي مصر خاصة في موضوع الميا وموضوع الطاقة وموضوع المدن العمرانية الجديدة لذلك جاءت الموضوعات هذا المؤتمر لنحاول كأكاديمية بحسية تعليمية أن نضع بعض الحلول لهذه المشاكل يحاول أن يوصل التضوء على التحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة وبالتركيز بالفعلها للبعد البيئي لأننا نتعلق على التنمية والتنمية طبعا فيها ضغوط سواء كانت ضغوط اجتماعية أو ضغوط تنموية وبالتالي نريد أن تكون هذه التنمية المستدامة تنمية تراعي البعد البيئي استهدف المؤتمر مناقشة وطرح رؤى جديدة للوصول إلى حلول مبتكرة وآليات فعالة للتعامل مع المتغيرات البيئية البعد البيئي هو من أحد أبعاد الخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 والتي نصت على 17 هدف ومن ضمنهم هدف أساسي متعلق بالتغيرات المناخية وأهدف أخرى مرتبطة بشكل أو بآخر بعملية التحول البيئي الحاصلة حول العالم ويأتي هذا المؤتمر مواكبا لتطبورات السياسات الوطنية والمحلية بالاهتمام بالبعد البيئي وأهميته في متابعة وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 أطرحات ورؤى جديدة للتعامل مع قضايا التنمية المستدامة لتحقيق معيشة أفضل في ظل التغيرات البيئية التي تواجه دول العالم للحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها لكافة الأجيال أحمد سعاد الدين النيل ترجمة نانسي قنقر 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 آخر محطة هذه الجولة عنوين أبرز أحداثها رئيس السيسي يوجه بمواصلة بثل الجهد لتوفير السلع الأساسية وتجديد رقابة على الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية خلال زياراته لبروكسل شكري يعرف عن قلق دول جنوب المتوسط من مخرجات القمة الأوروبية بشأن اللاجئين والمهاجرين ترامب يقترح على قادة حلف الشمال الأطلسي زيادة نفقاتها العسكرية إلى 4% من إجمالي الناتج الداخلي لتفاصيل أكثر زروا موقعنا على الانترنت نايل دوت إي جي ختم ساعتنا الإخبارية شكرا للمتابعة وإلى اللقاء